هل شاهدتم يوما من الأيام محرك بحث يسبح في الماء وكيف يمكن أن يتم ذلك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد هناك العديد من الخفايا والأسرار المتعلقة بمحرك البحث جوجل والتي من شأنها أن تضيف نوعا من المرح أو الترفيه ولك الحرية في اختيار ما تريد والتي يمكن الوصول إليها من خلال هذا الرابط فلو نقرنا منها على سبيل المثال على أندرووتر سنلاحظ أنه سيقوم بعرض هذه النافذة والتي تتضمن محرك بحث مغمور بالمياه والتي تحيط به العديد من الأسماك كما يمكنك التلاعب بهذه الأمواج الموجودة في هذه النافذة أما بالنسبة لهذه الصفحة فسنلاحظ أنه قام بعرض هذه الأدات الموجودة هنا والتي هي على شكل اليد فإذا قمنا بالنقر عليها سنلاحظ أنه قام بتفعيل هذه الأدات والتي سيتم إضافة تأثيرها على هذه العبارات الموجودة في هذه الصفحة وذلك عن طريق إخفائها أما بالنسبة لهذه الصفحة فهي غنية عن التعريف فبإمكاننا أن نتحكم في هذا الديناصور من خلال الأسهم الموجودة في لوحة المفاتيح أما بالنسبة لهذه الصفحة فسيقوم بعرض هذه الدوائر الصغيرة والتي تقوم بإزالة هذه العناصر الموجودة في هذه الصفحة كما لو أنها فيروسات تقوم بمهاجمتها أما بالنسبة لهذه النافذة فهي غنية عن التعريف أي أنها ستقوم بعرض لعبة الكرة والمضرب أما بالنسبة لهذه النافذة فسنلاحظ أنه قام بعرض شخصية ماريو وبجوار هذا الصندوق وبمجرد النقر على هذا الصندوق سنلاحظ أنه قام بإظهار هذه العملات النقدية وهكذا أما بالنسبة لهذه الصفحة بمجرد النقر عليها سنلاحظ أنه قام بعرض هذه الصفحة كما لو أنها قطعة قماش ويوجد بها هذا السحاب الذي يمكن أن نقوم بالنقر والضغط عليه والاستمرار في السحب فسنلاحظ أنه يقوم بفتحها إلى نصفين وهكذا أما هذه الصفحة فسنلاحظ أنه يقوم بعرض هذه الصفحة بشكل مقلوب أما إذا قمنا بالنقر على هذه الصفحة فسنلاحظ أن الثلوج بدأت بالتسوق من الأعلى أما بالنسبة لصفحة الغوجل جرافتي فسنلاحظ أن الصفحة تم إنزالها بهذا الشكل الغريب وبإمكاننا أن نقوم بسحب أي عنصر من عناصر هذه الصفحة والقيام بالتلاعب بها في أي جزء من أجزاء هذه النافذة وهكذا أما بالنسبة لصفحة الغوجل سبرينغ فسنلاحظ أنه يقوم بعرض أحرف الغوجل على هيئة حبل متدل من الأعلى وبإمكانك أن تتلاعب بهذا الحبل يمنة ويسرة كما تريد وهكذا ولك الحرية في اختيار أي صفحة من هذه الصفحات إذن هذه أبرز نقاط درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم أذهب الله أعلم وصلي الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة